إنهم طلبات كلية الطب وقد خرجوا في وقفة احتجاجية بجماعة مستغانم رفعين انشغالهم للجهات الوصية على رأسها التعجيل بفتح المستشفى الجماعي بالولاية والذي ظل غلقه دافعا لمزولة طلبة الطب وجراحة الأسنان والصيدلة طلب بساتهم بمستشفيات ولاية وهران اليوم اجتمعنا كل دفعات كلية الطب بولاية مستغانم واتفقنا وأعلننا على الدخول في إدراب مفتوح وهذا إلى غاية تنفيذ مطلبنا وهو افتتاح المركز الاستشفى الجامعي الخاص بكلية الطب بولاية مستغانم والله ستو نونة pour un étudiant au mitin et ce manifest pour demander un CHU وهو un droit légitime c'est un statu univertital qui doit être inséparable de notre faculté de mitin وضع عقد وضعية المسجلين الجدد في كلية الطب مستغانم الذين يخشون سوء مرضودهم التكوينية جراء عدم فتح المستشفى الجامعي بالولاية بخطوة فتح المستشفى الجامعي لمستغانم ليكون بذلك حسن الختام